وفي ملف المتابعات الحكومية وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري المديريات العامة للتربية لاستئناف الدوام الرسمي غدا في المدارس كافة وذكرت الوزارة في بيان أن الجبوري وجه المديريات العامة للتربية والإدارات المدرسية في عموم العراق لاستكمال عملية استيلام مدارسهم المشمولة كمراكز انتخابية من الجهات المعنية وتجهيزها لاستئناف الدوام الرسمي ليوم الأربعاء